نوف الجلسة هادة من ناحية البيانات الاقتصادية في المنطقة الأوروبية اليوم ولكن التركيز سيكون على البيانات المهمة جدا الصدر لاحقا هذا الأسبوع حول التدخم في ألمانيا وايضا التدخم في منطقة اليورو لأنه الكل الآن ينظر إلى سياسات البنوكة المركزية هذا المحرك الاساسي وتحدثنا كثيرا عن قرارات الفيدرالي في الولايات المتحدة ولكن ماذا عن الـ ECB؟ يوم أمس البيانات أعطتنا قراءة كان فيها تباين بشأن حال الاقتصاد الألماني كان فيه انكماش على أساس فسني في ربع ثاني من السنة ولكن استقرار على أساس سنوي ولكن ضعف بشكل عام في ألمانيا أرقام التدخم الصادر هذا الأسبوع من ألمانيا ومن منطقة اليورو من المتوقع أن توثر تباطؤ في معدل التدخم من 2.6% إلى 2.2% يعني سيكون المستوى بحسب هذه التقديرات قريب جدا من النسبة المستهدفة من قبل الـ ECB فبالتالي السؤال أنه هل من الممكن أن يخفض الـ ECB الفائدة من جديد في سبتمبر؟ هذا هو الرأي السائدة وأغلبية الخبراء يتوقعون ذلك في سبتمبر علما طبعا أنه الـ ECB خفض الفائدة في يونيو للإجابة على سؤالك أيضا الأمر الآخر الذي نراقبه في السوق في أوروبا بشكل خاص عفوا هو طبعا الجناهي الاستليني لأنه اليوم الجناهي الاستليني يتداول عند أعلى مستوى له مقابل الدولار في عامين ونصف العام يوم أمس كنا وصلنا أيضا إلى مستوىات عالية ويواصل ستيرلينج اليوم الارتفاع لأنه هناك رأي سائد في الأسواق أنه البنك المركزي أو بنك انجلترا من الممكن أن يكون متأخر مقارنة بالمنوكة المركزية الأخرى خاصة في الـ G7 سواء كان ECB أو فيدرالي في اتخاذ قرارات خفض الفائدة البنك خفض الفائدة فعليا في بداية أقصص بربع نقطة أساس ولكن الرسالة أيضا كانت واضحة أنه لا تصرع لي خفض الفائدة من جديد فإذا ظلت الفائدة في بريطانيا وهي أصلا كانت عالية جدا عند الخمسة وربع في المائة إذا ظلت في نطاق الخمسة في المائة في بريطانيا ولكن تراجعت إلى مستوىات تقترب من الأربع في المائة أو أدنى مثلا في مناطق أخرى هذا من شأنه أيضا دعم الستيرلينج وفقط للتوضيح أن الجلسة اليوم من المتوقع أن تصوت حالة ترقب عالية جدا في ظل النتائج انفيديا الصدرة لاحقا وهنا نتذكير أن هذه نتائج صدرة بعد جرس الإغلاق في بوستريت اليوم اشتركوا في القناة